انطلقت اليوم ببرلين عبر تقنية التناظر المرئي أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو حول التعليم من أجل التنمية المستدامة وذلك بمشاركة المغرب ويضم هذا المؤتمر العالمي نحو 2500 مشارك بينهم 81 وزيرا للتعليم إلى جانب الفاعلين الرئيسيين الملتزمين بتغيير التعليم حتى يتمكن جميع المتعلمين من مواجهة الأزمة المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وجميع تحديات التنمية المستدامة الأخرى ويهدف هذا المؤتمر إلى أن يشكل محطة رئيسية لإعطاء الدينامية للإطار الجديد للتربية على التنمية المستدامة لعام 2030 كما يشكل فرصة لتوعية الرأي العام العالمي بخصوص تحديات التنمية المستدامة لسيما أزمة المناخ وتدهور التنوع البيولوجي والدور المحوري الذي يطلع به التعليم باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق أهدف التنمية المستدامة ويتوخى هذا المحفل الدولي بل ورطة استراتيجية لإدماج التربية على التنمية المستدامة في جميع مستويات التعليم والتكوين تماشيا مع إطار عمل جديد وسيتوج المؤتمر بإعلان برلين للتعليم من أجل التنمية المستدامة والذي سيقترح سلسلة من السياسات تشمل التدريس التعلم التكوين المهني والالتزام المدني بهذه المناسبة قالت الأمير للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إنه في ظل السياق الخاص الذي يعيش فيه العالم ينبغي علينا نقوم جماعة ببناء توافق جديد وضروري عبر تحديد الأولويات التي نحددها كبشر يجمعهم مصير مشترك مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 ذكرت العالم على وجه الخصوص بمدى استعجال الحاجة إلى تنمية مستدامة شاملة وعادلة في خدمة الجميع وقالت الأميرة للحسناء خلال كلمتها في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة اليونيسكو حول التعليم من أجل التنمية المستدامة إن الملك محمد السادس يذكر دائماً أن المدرسة في صلب هذه الرهانة الإنمائية ولسيما الرهانة البيئي حيث تتكلف المدرسة بالتعليم وتلقين المعارف لكنها بشكل عام وبالأولوية فضاء للتربية وتلقين القيم لذلك تعد تربية الشباب على احترام البيئة دائلاً على الإيمان بوعد عالم جديد أكثر انسجاماً واستدامة وخلصت الأميرة للحسناء إلى أن التربية على تنمية المستدامة هي موضوع اجتماعي اليوم وسر النجاح لذلك ارتأت أن تركز جهوداً المؤسسة على توعية الشباب بهذه الإشكاليات وتكوينهم وتدريبهم وقد تم توزيع على هذا النحو بذور الوعي البيئي التي ستزهر على المدى البعيد وستطرح المجتمع واعي بالوسطة البيئية الذي يعيش فيه وقادر على تبني السلوك الفاضل المناسب على حد قولها اشتركوا في القناة